قبلنا ذي البرح تبنيت عني كون حاضر ما نجدش كون حاضر باش نحكي على الكان باقتصار باش ناخد دقيقتين كنت تسمحولي فاكيد جدا باش نحكي كيم اخوكم انا لاني متظلع في كرة القدم ولستو فني ولستو ناقد ولستو محلل ومنيش انسين جور انا البرح اول مرة نحط روحي في بلاسة جلال القادري والملاعبة قلت له كان كنت انا معاهم طوقف وخسرنا وروحنا الله لا يعيش هالبشر لحقيقة مدامه تحمل مسئولية سيد جلال القادري يزم يكون قد المسئولية والملاعبية مدامه قاع استدعائهم انه بشرعبوا على راية الوطن والدرب وهذاك يزم يكون قد المسئولية حتى حد ما يشك انه الاداء كان خارج الموضوع ما شفناش الفريق الوطني التونسي ولكن ما يزمش السكينة تتمسح في جلال القادري والملاعبية ما عندنا شيء ما عندنا شيء ما عندنا حتى شيء ونطالبه بالشيء كيفاش الطالب بالشيء وانتي ما عندك حتى شيء نبدأ والساعة مليز اكاديمية لموجودة اللوطة كيفية التكوين مراكز التكوين شوف لحوم الشعبية الكورة يلزمها ترجع لما لها الكورة في تونس يلزم ترجع لما لها الاماكنها الحقيقية وللناس اللي يستحقوها بالحق الكورة تفكت الكورة عندها سنين مفكوكة الكورة راهي لحوم الشعبية الكورة راهي من الباز من الصغرى نكونوا الكورة راهي تجهيزات وملاعب وقت اللي تشوف الكوديفور في ظرف عامين 17 تيران طلعوا من أقوى ما ثمة كتشوف التجهيزات اللي موجودة في المغرب كتشوف التجهيزات اللي موجودة في قطر كتشوف اللي تيران اللي موجودة في السعودية كتشوف كذا احنا زادة آن الأوان أنه نخمو في الانفراستركتور نخمو في التكوين نخمو في التكوين نخمو في التكوين 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 ما تجيش كما في البكالوريا أخويا تشنيه تجي في جوان وتحب تنجح ما حذرنا شيء ما حذرنا حتى شي كفانة سراعات اليوم كفانة سراعات علش انا والله العظيم ممكن عكس النسي كل انا مسخفني جلال القادري وغاضني قد تصبري في الدنيا غاضني ثم اشياء ما تتقالش ثم اشياء ما تتعملش اي خسرنا خسرنا روحنا وصارت قبل وخسرنا وروحنا اليوم يجبنا ناقفو على الاسباب الحقيقية يا زينب مش مش اجويني يحط الكرة البرة هذيك السبب الحقيقي وقال لاخر كيرات ادرشنية ولا لاخر فيزيك مونتاعب ثم اسباب ما قبل الذهاب وعندها سنين تراكمات جمعيات كبار مسالة ثم بالك بالجمعيات الصغرى مفهوم الاحتراف والهواية احتراف شنوة؟ تيرانيت شنية؟ تكوين شنية؟ ما عندنا حتى شي اليوم انا الاوان لو كان عمرانه على الرياضة وعلى كرة القدم حسب رأيه الشخصي نحكي لكم انا الاوان انه نخدمه على ايكيب ناسيونال بتاع 4 سنين القدام استراتيجي مش بتاع شهرين القدام مهيش لفازة نغيره انترونير تماش تقضي تغير انترونير معقلية كي سيئزينة من سيئزة دوليبران دوليبران راسو يوجع دوليبران عنده العذر دوليبران سيغو ماكسورة دوليبران ليه بلاد تاشيميو اليوم كل القطاعات اورام بارتو خدمة بتاع سنين لازمتها صبر ومكابدة موريطانيا مثال يا الهي ما لا تطور ما لا تطور هذكش معناته استراتيجي شكرا جالي القادري شكرا للفريق الوطني على المجهود حتى اللي اللي مش راضين عليه اللي مش راضين عليه شكرا لانه في يوم من الايام فرحتونا في بعض اللحظات فرحتونا فهمني ولا وميزمش كيما قلت انا رأي شخصي والله العظيم نحس اللي يكونوا الناس الكل تاك 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 سيبنا المهم الأهم وشدين في المهم معتا مش ننبيض ولا ننزه لا لا كل الأطراف مساهمة ولكن هما طرف من مجموعة أطراف منها منها أحنا كمشجعين وكمتفرجين منها أحنا أعتقد ان شاء الله في قادم الأيام على الأقل يعملوا جلسة تقييمية عالمية استثنائية يقع فيها استدعاء جميع الأطراف كوارجية قدم وينهم وينهم خوية الكوارجية القدم معتا أنا أنا نحب نشوف شوكري الواعر وزوبية ربية واسكندر سوية نحب نشوف بندولات نحب نشوف نحب نشوف نحب نشوفهم قاعدين في طاولة متعنيقاش وننتناقشوا على الشأن الرياضي في تونس وخاصة تنكورة القدم الهوند كيف كيف طبعا تعداد في كذا أما الهوند خوية زادة هزيمة توجع ضد منتخب مصري وحنا كنا الولا والرابعين عالمين ثم تقاقر على مستوى الأداء في الرياضات الجماعية إن شاء الله نحن كلمة أخيرة أنا ما منيش حد حد بش نعطي دروس ولا دروس أخلاققوية وإلا نعطي دروس للناس اللي نمتهنوا نفس المهنة وإلا غيره وتحية خاصة للمراسلين اللي يكونوا سيوغلوا تغان على خطر هي خدمتهم الأصعب واللي فيها أكثر تشنج وأكثر مواجهة لكن فما ديما أخلاقيات في طرح الأسألة وأن تاخذ الدكلارات نعرف كونتش ننتظر أنه تكون بالعنفة باتجاه جليل القادري وإلا غيره مهما كان السبب ومهما كانت نوع الدكلارات اللي تحب تخذها ونعرف وراه وتصير بارش أجرسي بيتي شغلو تيران وليزمك تاخد دكلارات قبل غيرك وخير من غيرك وأحسن من غيرك وتاخو أنت إن أكسلوزي فيتي لكن وين الحد متاع الأخلاقيات في التعامل سؤال كبير على الأخر على الأخر فكيما أنت قلت مانا بتحوش سكينة في شخص بارك خاطر مش غلطة شخص بارك لازم نغزره في رواحنا في مراية حقيقية ولم يصير بعض الأسلام يستحق ما يستحقش أنه يكون كذاش كون حطه درشنوه هذيل كله يناقش النقد النقد يجب يكون موجود ولكن كيما قلت لك أراه لكيب ناسيونال هذيك صورتنا الحقيقية وصورة الرياضة وكرة القدم سبان عنف تبابز عرق وتطبيع مع كله وتطبيع ولا تطبيع مع عنف فلس هناك فلس يلزم سيستامي يتبدل يلزم أنا ما نفهمش الكورة أما أنا أعتقد أنه أنا الأوان ينرجع لي الهواية يردهم مؤسسات هو يلقاوا منين يدعموا ومنين يلقاوا مراكز التكوين وكذا شوف أنت أبشأتيك معلومة في الأفريق ولد ثم مراكز تكوين شبان يبيعوا في اللي يجوار مراكز تكوين شبان مورد رزق كبير برشا منهم المغرب اللي راهنت على هداك كلها كلها